في هذا البيت المستأجر البسيط وفي غرفة ملها وملته حيث أقعد فيها منذ عام 2014 نتيجة إصابته أثناء أداء واجبه حمد فيصل منتسب على ملاك وزارة الدفاع لم ينل حقه من العلاج ولم يجد المعيل له على ذلك ليبقى على هذا الحال كما يؤكده وودوه أنا صوابت من 2014 ولحد السام سويت 18 عملية وبعدها راد لعمليات وما عندي إمكاني بأن هو سوى العملية الأخيرة وهي لازم أسوأ العملية الأخيرة وأنا بعتل عندي والما عندي حتى أسوى العمليات اللي مضت اللي راحت يعني تحطمت حياتي وما عندي شي وأنه ضحيت من أجل هذا الوطن وضحيتنا بدمنا وضحيتنا بحياتنا من أجل هذا الوطن يعني من استاهل الوطن أن يقف ويانا ونسوى عمليات مناشدة الزوجة عبر قناة التغيير أملا في تغيير حياتها وحياة زوجها التي أصبحت بين كرسي وجدران غرفة أو جلوس بباب الدار عدتها ردا لصنيع التضحية التي قدمها زوجها والتي أدت إلى أن يكون مقعدا منذ سبع سنوات أريد هذه القضيتين منعدهم والحرم بشار بالخير أنا أريد زوجي يدوس على الرجلية وأريد مكان سكن ينحس بأنه سكن نحن ولد العراق هالخير وليس قليل على أي مسؤول أو أي ناس هالخير يساوننا عمليات زوجي وبيت حتى نقعد نسكن به بعيد عن الإيجارات والبهذلة نحن من 2014 لحدث هذا البيت الرابع نحن طالعين به والعيشة والله على نفقتها الخاصة الله شاهد يدين ويروح يعالج زين هو وراتب وين يودي على عمليات المستشفيات الخاصة للبيت أنا أمنيتي أرجع على مسلقاء وأرجع أمشي بطولي وأرجع ألبس بدلتي وأرجع الواجبي وأرجع بين جماعتي وأرجع الدوامي أمنيتي أن ألا مسلقاء ومشي حالي حالي يمشون هو صورة ليست بالوحيدة وهو مثال لتضحيات كثيرة محمد فيصل أصيب أثناء أداء واجبه كمنتسب لوزارة الدفاع ما زال مقعدا في انتظار مد يد العون له من صلاح الدين فراس الحسن التغيير